موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعود مجددا لإتمامي درس المضاعفات والقواسم الصفحة 55 كتاب الجيد في الرياضيات المستوى الرابع أتمرن أكمل كتابة المضاعفات العشرة الأولى للعددين 4 و6 إذن ملاحظة قبل أن نشرع في إنجاز التمرين المضاعفات هي أعداد غير محدودة لا حد لها لهذا دائما سوف تجدون في السؤال أوجد المضاعفات دائما مقرون بشرق هذا الشرط يكون إما العشرة الأولى أو المضاعفات الأصغر من عدد ما أو المضاعفات المحصورة بين عددين يعني دائما يحددون لي المكان الذي أتوقف فيه أو من أين سوف أخذ هذه المضاعفات أما أن يكون سؤالا مفتوحا أكتب مضاعفات عدد ما فهذا غير ممكن إذن المضاعفات العشرة الأولى للعددين 4 و6 مضاعفات العدد 4 إذن نبدأ بالصفر 4 و8 إذن في كل مرة أنا أضيف 4 أو بطريقة أخرى أكتب تلك الجداءات التي أجدها في جدوة البضاء الأساسي لـ 4 و6 إذن 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 30, 36 ترون أنني إذا كنت أحفظ جيدا جدوة البضاء فأنا لا أخذ وقتا كي أفكر وأجد المضاعفات مضاعفات العدد 6 هي 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 32, 48, 54 سؤال موالي أكتب المضاعفات المشتركة للعددين 4 و6 أول مضاعف يبدو مشترك هو 0 4 لا توجد هنا 8 لا إذن 12 ثاني مضاعف مشترك هو 12 إذن 0, 12, 16 لا, 20 لا, 24 نعم هي هنا وهنا نصوف أضع سطرا تحت المضاعفات المشتركة كي تبدو واضحة 12 24 عندي هنا 36 هناك مضاعفات مشتركة أخرى ولكنني بما أني توقفت هنا فأنا لا يمكن أن أجدها إذن انظروا إلى هذه فقط ملاحظة إضافية هنا في مضاعفات أربعة أنتقلوا يعني مضاعف مشترك أنتقلوا بمضاعفين وأجدوا مضاعفا مشتركة مضاعفين مضاعف مشترك مضاعفين مضاعف مشترك أما في 6 فأنا عندي بالتناوب مضاعف مشترك وواحد لا مضاعف مشترك وواحد لا وهكذا إذن سوف يكون كذلك 48 مضاعفا مشتركا إلا أنني عندما توقفت هنا في 36 لا أستطيع أن أقول أنه مضاعف مشترك إذن أكتب مضاعف المشتركة كتبناها ينقصني 24 ثم 36 1 2 3 4 أكتب المضاعف المشترك الأصغر إذا كان السؤال هنا لم أتمم المضاعف المشترك الأصغر هو 0 لكن إذا أتممت قراءة السؤال والذي لا يساوي 0 فأنا لا أخذ السفر بل أخذه 12 لهذين العددين 4 و 6 إذن 12 دائما أتمم قراءة السؤال ألاحظ الكتابات الضربية للعدد 32 أول كتابة ضربية لجميع الأعداد هي 1 في العدد نفسه يعني 32 هي 1 في 32 2 في 16 4 في 8 إذن هذه الكتابات الموجودة أكتب جميع قواسم العدد 32 قلنا القواسم هي هذه العوامل التي تكون هنا يعني عوامل الضرب مثلا 8 يسمى عامل 4 عامل إذن الطريقة التي استعملنا سوف أبدأ بـ 1 إذن 1 و 32 بعد 1 سأخذ 2 2 وهنا أضع 16 بعد 2 سأخذ 4 4 و 8 أكتب جميع قواسم العدد 36 إذن قواسم 36 نبدأ بالقاسم الأول 1 2 ثم 3 4 ربما تصرعت في الإجابة 36 كتابات تسوي 36 هناك 1 في 36 هناك 2 في 18 هناك 3 ضرب 12 إذن مع الممارسة ومع التمارين سوف تحفظون هذه الكتابات 4 ضرب 9 لا توجد 5 6 ضرب 6 هذه هي كل الجداءات التي تساوي العدد 6 و 3 إذن كي أكتب هذا الجواب إذن سوف أكتبه 1 2 3 نظره 4 6 أكتبها مرة واحدة 6 بعد 6 سأكتب 9 12 18 36 إذن 9 12 18 36 36 أكتب القاسم المشترك الأكبر للعددين 32 و 36 نبحث عن القاسم المشتركة وأخذ أكبرها قاسم المشتركة عندي واحد عندي اثنان عندي أربعة فقط فقط هذا كل ما في الأمر إذن أكبرها هو أربعة نريد القاسم المشترك الأكبر يعني عدد واحد ألاحظ ألاحظ وأكمل الكتابات الضربية للعدد 48 ثم أكتب جميع قاسم العدد 48 سوف نكتبها هنا إذن هذه الطريقة تسهل علينا إيجاد القواسم إذن أول جداء هو واحد في 48 جداء الثاني اثناني مضروبة في أربعة وعشرين نستطيع عليكم الأمر خذوا 48 مقصومة على إثنان بما أن إثنان قاسم فيمكن أن أنجز عميز قسمة 48 مقصومة على إثنان هنا 48 مقصومة على ثلاثة سوف تعطيني ستة عشر 48 مقصومة على أربعة سوف تعطيني إثنى عشر هنا مقصومة على ستة فأنا أعرف عددا يضرب في ستة ويعطيني 48 إنه 8 إذن هذه هي قواسم العدد 48 إذن كي نفهم جيدا سوف أنجز بعض الأمثلة لإيجاد هذا القاسم فمثلا عندما كنت أبحث عن 24 قلت لكم 48 مقصومة على إثنان الخارج هو الذي سأكتبه هنا إذن أربعة مقصومة على إثنان 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 في إثنان أربعة طرح أعطاني صفر أنزل ثمانية ثمانية مقصومة على إثنان أربعة أربعة في إثنان ثمانية والباقي الصفر بما أن الباقي الصفر فإثنان قاسم وأربعة وعشرون قاسم وبالتالي ضرب هذين العددين يعطيني تمانية وأربعون هذا ما كتبته في هذا السطر بالنسبة لستة عشر كيف وجدتها أخذت تمانية وأربعون وقصمتها على ثلاثة إذن تمانية وأربعون مقصومة على ثلاثة عندي رقم أخذ رقم أربعة مقصومة على ثلاثة واحد واحد في ثلاثة ثلاثة الباقي واحد أنزل تمانية تمانية عشر مقصومة على ثلاثة ستة ستة في ثلاثة تمانية عشر إذن تمانية وأربعون يضرب ثلاثة في ستة عشر هذا ما كتبته هنا كذلك تمانية وأربعون إذا قسمتها على أربعة تمانية وأربعون مقصومة على أربعة بما أن 4 قاسم فأنا يجب أن أقسم وأجد الباقي السفر ويجب أن أجد 12 في الخارج إذن عندي رقم أخذت رقما 4 مقصوم على 4 1 1 في 4 4 الباقي السفر ونزل 8 8 مقصوم على 4 2 2 في 4 2 في 4 8 والباقي السفر إذن لهذا كتبت هنا 12 قواسم العدد 48 هي إذن الطريقة التي تعلمنا 1 2 3 4 6 كأنني كتبت هذه الأعداد هكذا عموديا وأبدأ في الصعود 8 12 16 24 28 و 4 كل هذه قواسم العدد 48 التمرين السادس ألاحظ المتساوية 3 في 7 ساوى 21 ثم أكمل الجملتين باستعمال كلمة مضاعف أو قاسم مكان النقاط إذا بدأت بالجداء فأنا أقول مضاعف وإذا بدأت بأحد العوامل فأنا أقول قاسم الأمر جد سهل العدد 21 هو بالنسبة ل7 مضاعف إذن هو مضاعف للعدد 7 أما العدد 3 فهو قاسم للعدد 21 إذن قلت أن 3 و 7 إذا بدأت بها فهي قواسم العدد 21 هو أيضا مضاعف للعدد 3 إذن هنا في هذا السطر كتبوا 21 و 21 مرة مضاعف ل7 ومرة مضاعف ل3 هذا ما شرحناه 21 مضاعف ل3 و21 مضاعف ل7 في الاتجاه المعاكس 3 قاسم ل21 و7 قاسم ل21 أيضا أكتب جميع قواسم العدد 21 إذن القاسم الأول هو واحد ليس هناك اثنان لماذا؟ لأن رقم الوحدات لا هو الصفر ولا هو اثنان ولا أربعة ولا ستة ولا تمانية يعني رقم الوحدات ليس بعدد الزوجي لهذا فهذا العدد لا يقبل القسمة على اثنان نمر لثلاثة نعم هذا العدد يقسم على ثلاثة الدليل أن عندي ثلاثة في سبعة تساوي 21 ثم سبعة وواحد وعشر إذن الكتابات الضربية الموجودة هنا هي عندنا سبعة في ثلاثة وعندنا واحد في واحد وعشر لهذا كتبت فقط هذه الأعداد الأربعة تسابة في ثلاثة في موكومة ترجمة نانسي قنقر